موسيقى موسيقى أهلا بيكم طلاب الصف الرابع الاقتدائي أنا مش نانسي زكي وهكوم معاكم على مدار كل الدروس اللي هنتكلم فيها عن الصحة والسلامة للجميع ومن خلال الدروس دي هنعرف إزاي نحافظ على صحتنا وإزاي نقوم بدا ده إلى جانب الممارسات الصحية اللي المفروض نتباح وهنقوم في المحور ده بالتركيز على كيفية العيش بسلامة وصحة جيدة في كل نحية من نواحي حياتنا كل اللي هحتاجه منكم في كل مرة هنبدأ فيها دروسنا مع بعض إنكم تكونوا مجحضرين ورقة وقلم وكتاب المدرسة وأهم حاجة تكونوا مركزين كويس في أهداف درسنا كل مرة لإننا هنشوف إيه هي الأهداف في أول كل درس ونرجع نبص عليها ونشوف هل إحنا حققناها مع بعض ولا لسه وكل فقر في درسنا هنتبادل فيها أفكارنا سوا ونشارك أفكارنا مع بعض بصوتها عالي وكل واحد مننا يقول هو عارف إيه وعاوز يعرف إيه وتعلم فعلا إيه في كل مرة نشوف فيها بعض وخدوا بالكم كل شغلنا هيكون مع بعض يعني قليل قوي لما حد مننا هيشتغل لوحده علشان دايما هنكون مع بعض ممكن بس تقيم نفسك لوحدك يعني تسأل نفسك أنا إيه مش وصلي ممكن أسأل صحابي والميس علي أما عن شخصياتنا المصرية الحلوة اللي إحنا بنقتدي بيهم في حياتنا فمعانا فيديوهات هنتفرج عليهم مع بعض علشان نعرف عملوا إيه وإيه الصعوبات اللي وجهتهم وتحدوها إزاي وهندور على معلومات عنهم أكتر مع بعض عشان نعرفهم كويس أو وآخر حاجة هي إن كل درسة عندنا لعنطر تعلم رقمي على موقع بنك المعرفة المصري وده بيكون عبارة عن فيديو حلو قوي هوريكم إزاي تستخدموه وممكن من أي جهاز عادي وهنتكلم النهاردة عن إعداد الطعام والشراب الصحي وأهمية المحافظة على سلامة الطعام طب ليه الدرس ده؟ الدرس ده علشان نعرف نتكلم أكتر عن حياتكم كطلاب وأسألتكم اللي بيكون خارج الفصل علشان كده عاوزين نساعدكم إزاي نبحث عن الإجابات كمان نتأكد إن المصدر بتاعنا موصوق منه وتعالوا بينا نشوف أهداف درسنا النهاردة بتقول إيه؟ وهنلاقي عندنا هنا إن أول هدف بيقول أحدد أفضل الأساليب المتبع لتنظيف الطعام وإعداده وطهيه وتقديمه وتاني هدف بيقول عندي أتحدث عن أهمية المحافظة على سلامة الطعام وتالت هدف بيقول إشرح خطوات أعداد الشراب طبيعي والصحي باتباع الأساليب الأفضل وتقديمه بطريقة تجعله يبدو صحيا وشهيه طيب تعالوا بعد ما قرينا الأهداف كل واحد يقولي إيه رأيه وكمان نشوف هنتعلم إيه النهاردة تعالوا بينا الفقرة اللي نتفعل ونشوف أهم سؤال فيها بيكون إيه حدد بعض الأطعمة غير صحية لماذا تعتبر هذه الأطعمة غير صحية تعالوا نبص على الصورة دي كويس شايفين إيه هديكم دقيق أو نص ونجاوب على السؤال وبعدها أسمعكم وتكتبوا لو حبيب يلا بينا الوقت خلص أعوذكم تبصوا لبعض وشاركوا إجاباتكم بس تكتبوا ملاحظاتكم وزميلكم بيتكلموا مثلا نقطة لفتت انتباهكم عن كلام أو سؤال هاتبوه في الآخر وتسألوه لما يخلص كلام وتعالوا بينا الفقرة لنتعلم ودلوقتي هنركز على الصورة والنص اللي في صفحة 38 و39 عن كيفية إعداد طعام صحي وهنملأ الخريطة الزهنية اللي موجودة عندنا على الشاشة بالخطوات المذكورة في النص وقبل قراءة النص الموجود في صفحة 38 و39 هنعمل الآتي هنرسم الخريطة الزهنية الموجودة على الشاشة على الورقة وهنرسمها سوا وتعالوا بينا هنعمل مع بعض مستطيل كبير ومحتاجة منكم خمس أفكار هنكتبها عن أعداد الطعام وهكتب جوه عندي في المستطيل الكبير وهنكتب جوه المستطيل كيفية إعداد طعام صحي وأثناء القراءة هنملأ الخريطة الزهنية بكل المعلومات عن إعداد الطعام الصحي الموجود في النص صفحة 38 و39 وبعد القراءة هنراجع مع بعض الإجابات ونتناقش فيها وهسيبكم دقتين اشتركوا في القناة تمام كل إجاباتكم سليمة وتعالوا راجعوها مع الإجابات اللي هقولها قدامكم على البرد ونشوفها مع بعض أول حاجة عندي النظافة الصحية واللي لازم يكون فيها غسل إيدينا أولا ومسح جميع الأسطح وتعقيمها جيدا قبل الطعام يبقى هنكتب عندي في البوكس الأولاني غسل الأيدي وعندي الخطوة الثانية حكتب فيها غسل كل من الفكهة والخضار والدجاج والسمك واللحوم بشكل منفصل مستخدمة المياه الجارية يعني ما ينفعش أخص لهم كلهم مع بعض أفصل كل حاجة عن بعضها ونحطوهم في أوعية منفصلة ودي تاني حاجة يبقى غسل الفواكه والخضروات زي ما قلنا ثالث فكرة عندي هو هتكون الإعداد والتحضير ولازم أتأكد أن كل المكونات اللي هستخدمها في الطعام موجودة وبالكميات اللي هحتاجها وماكنش في حاجة نقصها عندي تماما وكمان أتأكد من نظافة الأدوات وده بالنسبة للخطوة الثالثة طب الخطوة الرابعة هتكون إيه؟ طريقة الطهي وأفضل طريقة للطهي هي الخبز أو الشوي أو التحمير في الفرن وأحاول أتجنب الغالية تماما في الطعام زي ما قلنا قبل كده كمان لازم أتأكد من أن الطهي والتسوية كل من اللحوم والدجاج والأسماك كويس قوي ويفضل يكون عندي ميزان الحرارة الخاص بالطعام علشان أستخدمه وخصوصا في تسوية الدجاج وأحاول من تقليل تسوية الخضروات لإني ده بيقلل عناصر الغذائية المتوفرة فيها والأحسن إني أسلقها أو أقاليها في مقلاة أو أشويها لدقايق وليلة وخامس خطوة عندي طريقة التقديم ودي لازم تكون جذابة جدا للعين يعني لازم يكون الطبق منظم وشكل مرتب ويكون مزين بشرائح الليمون والبرتقال أو الفلفل والبقدونس الخضرة ونتأكد إن الإضافات دي بتدي طعم لذيذ للطبق وأنا متأكدة إنكم كلكم بتحبوا تساعدوا ماما في الخطوة دي ودلوقتي هطلب منكم أثناء القراءة إنكم تحطوا خط تحت أي فكرة أو كلمة أو تفصيلة عجبتكم أو شدت من انتباهكم وأنا معاكم فأي حاجة ممكن تكونوا مش فاهمنا وتعالوا بينا لفقرة لنستكشف وتعالوا مع بعض نشوف فقرة لنستكشف مكتوب فيها إيه فكر في الطبق تحب أن تتناول أعمل ضمن مجموعة ناقش زملائك في المجموعة وأخبرهم الذي تحبه في هذا الطبق وفي رأيك كيف تم إعداده هل يعد هذا الطبق المفاضل عند أي من زملائك في المجموعة للمقارنة بين أفكارك اسأل أحد أفراد أسرتك كيف يمكن إعداد هذا الطبق بطريقة صحية وكن مستعدا لمشاركة أفكارك مع زملائك في الفصل وتعالوا كمان نقرأ مع بعض فقرة لنراجع وأول حاجة عندي فيها بتقول ما المعلومات التي يجب أن تعرضها عن الوصفة الجيدة فكر في خمس معلومات على الأقل يجب على الشخص الذي يقوم بإعداد طبق غذائي أن يعرفها وتاني حاجة طلب منك إعداد طبق غذائي من مكونات لم تستخدمها في الطهي من قبل ما الخطوات التي ستقوم بها؟ أين يمكنك العثور على المعلومات الصحيحة عن كيفية إعداد الطعام وطهيه؟ وتالت سؤال عندي هل تساعد في إعداد أي وجبة من الوجبات لأسرتك في المنزل؟ ما الذي يجعل الطعام شهيا بالنسبة إليك؟ وهنقوم بتطبيق اللي درسناه مع بعض النهاردة باستخدام المعلومات عن الدرس الثامن عن كيفية إعداد طعام صحي وتعالوا بينا نقوم بتحديد الخطوات لابتكار عصير فواكه طبيعي وإعداده وتقديمه وتعالوا بينا نقرأ مخططات التنظيم اللي في صفحة أربعين وواحد واربعين تعالوا مع بعض نشوف التطبيب يقول إيه النهاردة ستحدث الخطوات لابتكار عصير فواكه طبيعي وإعداده وتقديمه أولا يجب أن تقرر ما تريد القيام به فكر في المكونات الرئيسية التي تحتاج إليها وكذلك المنكهات التي تحسن مذاق الشراب كيف يمكنك أن تعرف أي من النكهات تتلاءم جيدا بعضها مع بعض؟ ما الأدوات والآلات التي تحتاج إليها لإعداد هذا الشراب وصنعه؟ كيف ستقوم بتقديمه كي يبدو صحيا ولذيلا؟ استعن بمخططات التنظيم التالية لمساعدتك على اختيار ما تحتاج إليه فكر في الخطوات لتتأكد من أن شرابك معادب بشكل آمن وصحي وبأن مذاقه لذيذ وشكله جيد تعالوا نبص مع بعض على الصورة دي هنلاقي إن هي صورة الخلاط وجوها مكونات عشان نقدر نعمل عصير تعالوا نشوف بقى المربع الأولاني هو طالب مني إيه أو إيه اللي هيساعدني عشان أقدر أملى الفراغات؟ ما نوع المكونات التي تريد استخدمها؟ طبعا هتكتب الأفكار اللي أنت عايز تعملها في رأيك ما النكهات التي تتلقم في الطعم بعضها مع بعض؟ صف بإيجاز الشراب الذي تريد إعداده وضع إسما له محتاجة منك إنك تقولي النكهات اللي أنت هتضفها للعصير بتاعك وياريت لو تكتبها هنا في الخانة اللي مكتوبة عندها المكونات ونكتب المكونات بتاعتك كلها كاملة مع المنكهات اللي أنت هتضفها ارسم صورة المكونات الشراب والأدوات المستخدمة في إعداده ولونها واكتب اسم كل منها في الخانة دي هنكتب مع بعض المعدات والأجهزة اللي إحنا نستخدمها وياريت لو في حد من أفراد المجموعة اللي مع بعض نرسم الشكل العصير اللي أنت عايزه وعندي هنا في المخطط رقم اثنين بيقول ما أفضل المنكهات التي تضيفها إلى شرابك فكر في النكهات الحلوة حلوة المذاق وفي إضافة بعض القوان مثل إضافة العسر لو أنا هضيف حاجة جديدة ياريت أذكرها عندي في الخانة هنا وهو قالك أن من بعض الإضافات اللي تعتبر قوية وجميلة في العصير زي العسر وفي إضافة الألوان باستخدام الفواكه مثل الليمون وممكن عشان نضيف حاجة تدينا لون أجمل نقدر نضيف حاجة زي الليمون كيف ستقدم شرابك لتجعله يبدو شاهيا وصحيا ولذيذة أضف المنكهات والذينة التي تريد استخدامها إلى قائمة المكونات التي أعددتها وكل ده هنكتبه في الخانة الموجودة عندنا هنا ونقدر نكامل التطبيق في الصفحة اللي بعدها وهنلاقي عندي تالي الخطوة المكتوب أكتب الوصفة خطوة خطوة لإعداد شرابك أو عصيرك بعدها هنكتب هنا الخطوات بتاعة إعداد العصير بتاعتي بترقيم وبعد كده اتبع وصفتك وابدأ بإعدادها ارسم صورة للعصير الذي إعددته مع كتابة شرح يوضح سبب كونه صحيا ومغزيا ويريت لو حد من زميلكو اللي بيع فيه رسم في المجموعة يرسم لي شكل العصير وفي الخانة الرابع بيقول هل استمتعت بابتكار الشراب الجديد وإعداده؟ لماذا؟ شارك نتائق مع زملائك في الفصل وانت هنا هتكتب رأيك انت في ابتكارك للعصير ده إذا كان كويس ولا لأ ونشوف آراء كمان زميلك معك ونكتب كل الآراء في الخانة اللي عندنا كده احنا عملنا التطبيق هنقدر بقى نخش مع بعض على فقرة اللي نراجع وهنلاقي عندنا السؤال الأول بيقول قيم نجاحك في التخطيط للشراب وإعداده هل كان شكل الشراب ومذاقه كما خططت؟ إذا أردت إعداد هذا الشراب مرة أخرى فما الذي قد تضيفه أو لا تضيفه إلى الوصفة لتحسن من مذاقه أو شكله؟ ثاني سؤال بيقول كيف يساعدك استخدام فضولك وخيالك على ابتكار شراب صحي فريد ولذيذ؟ في رأيك كيف تساهم المثابرة في تحسين الوصفات؟ وثالث سؤال عندي بيقول أن الوصفة الجيدة أكثر من مجرد قائمة بالمكونات فماذا يمكن أن تتضمن أيضا؟ محتاجة أنك تكتب كل الإجابات بتاعتك عندك وتقدر تبع تهالي على موقع قناة مدرستنا علشان قادر أرتبعها معك وهنخش عندنا في التقييم الذاتي ارجع إلى الأهداف المذكورة في بداية الموضوع الثامن وضع علامة صح في المربع المناسب وعايز أفكرك لو أنت حطيت علامة صح في المربع الثالث يبقى أكيد في حاجة ناصف معلوماتك عن الدرس محتاجة أنك ترجع تاني لها وترجعها مع بعض أو تسأل حد من زميلك أو مدرسمك ودلوقتي هنخش على فقرة أنشطة التوسع واللي ممكن نعمل بحث من خلال شبكة الإنترنت حول مكونات الشراب الصحي في بلدان أخرى وكمان ممكن نعمل شراب صحي في البيت لأسرتك أو احكي أو اكتب عن ردود أفعال أفراد أسرتك عنهم ويريد تبعتونا مكونات الشراب الطبيعي اللي انتم عملتوه أو صوروه على موقع قناة مدرستنا علشان أتأكد من أنكم استفدتوا من اللي أخدناه النهاردة مع بعض وأشوفكم في درس جديد المرة الجاية إن شاء الله ومع السلام